الاقتصاد معركة اخرى بين الميليشيا وشرعية يقول عنها خبراء بانها ام المعارك لما لها من تأثيرات مباشرة على الشقين السياسي والعسكري الشرعية اليمنية تقدمت خطوات مهمة في هذا الجانب ابرزها تخليصها للبنك المركزي من سيطرة الميليشيا والاتجاه نحو السيطرة على موارد المناطق المحررة الا ان ذلك لم يكن له تأثير حاسم على سلطة انقلابيين التي لا زالت تبسط نفوذها على موارد كثيرة ومتعددة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنها ارادة ميناء الحديدة بالاضافة الى عائدات المؤسسات الارادية وبينما وجدت الحكومة الشرعية نفسها امام التزام اخلاقي وقانونيا تجاه موظفي الدولة الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ ستة اشهر لجأت الميليشيا خلال الفترة الاخيرة الى ابتكار طرق جديدة في الاحتيال على موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر طلاقها لما اسمته البطائق الاعتمانية والتي يرى خبراء ان الغرض من هذه الاجراءات انشاء طبقة اقتصادية جديدة اربابها قيادات الميليشيا التي كونت اموالها من اقتصاد الحرب ونهب مقدرات البلاد هذا التضارب دفع بالحكومة الشرعية الى التوجه برسالة رسمية للمبعث الامم في محاولة منها لايجاد ضغط على الميليشيا في توجيه الموارد الخاضعة لسيطرتها الى البنك المركزي في عدن حتى تتمكن من الايفاء بالالتزامات تجاه موظفي الدولة في كامل التراب اليمن على حد وصف الرسالة